موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من ندوة الأسبوع يقول بعض العرب أن التدخل الإيراني في شؤون دولهم مقلق ومغرض فإيران بحسب زعمهم تريد تصدير ثورتها وبسط نفوذها والسيطرتها على المنطقة العربية لكن في المقابل ترى بعض الدول والأحزاب العربية في إيران حليفا مهما ولاعبا أساسيا في المنطقة والعالم خصوصا في قضية فلسطين ومكافحة الإرهاب ومنع التقسيم وبهذا المنطق تكون إيران صديقة لبعض العرب وعدوة لبعضهم الآخر ما أسباب وخلفيات ذلك يا ترى؟ هل هي سياسة إيران في المنطقة العربية أم سياسة واشنطن التي أقنعت خلفائها العرب باستبدال عدوهم التقليدي أي إسرائيل بعدو جديد هو إيران خدمة لمصالحها والمصالح الإسرائيلية ويسأل البعض لماذا كانت إيران أيام الشاه مقبولة من الغرب وحينها كانت صديقة لإسرائيل؟ هل رأت الولايات المتحدة في الثورة الإسلامية خطرا عليها؟ ومد ذاك قررت إضعاف هذا البلد بدءا بإشغاله في حرب مع العراق مرورا بالعقوبات والحصار وصولا إلى إدخاله في مواجهة إقليمية مع خلفائها أي دول الخليج وعلى رأسها السعودية بكل الأحوال يبدو أن إدارة ترامب ومعها خلفائها ماضون في سياستهم التصايدية ضد طهران في الوقت الذي تحتضن فيه بيروت للسنة الثانية على التوالي مؤتمرا للحوار الثقافي والخضاري العربي الإيراني بشعار نحو مستقبل مشترك الأمن والاستقرار والتعاون هل هذا يعني أن فرص الحوار ما زالت قائمة بالفعل؟ ومن المسؤول عما وصلت إليه العلاقات العربية الإيرانية؟ إيران والعرب مستقبل الجيران هو عنوان ندوة الأسبوع لهذه الليلة نقدمها لكم من مقر عقاد مؤتمر الحوار العربي الإيراني الثاني ونستضيف فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وهو رئيس حزب مصر القوية معنا أيضا السيد نور الدين العرباوي رئيس حركة النهضة التونسية وسيكون معنا السيد ليث شبيلات المفكر والسياسي الأردني أهلا بكم أهلا بكم دكتور في لبنان وفي هذا المؤتمر هو المؤتمر الثاني مؤتمر الحوار الحضاري والثقافي بين العرب وإيران وهذه مشاركتك للمرة الثانية للسنة الثانية على التوالي هذه المشاركة حضرتك من مصر قد تثير بعض التساؤلات ما دوافع وأسباب هذه المشاركة وما أهمية مؤتمر من هذا النوع هو بسم الله الرحمن الرحيم أنا من الناس المؤمنين أن منطقتنا منطقة الشرق الهوسط أو المينا عند جالف ريجون زي ما بيقوله الجماعة الأوروبيين لن تستقر إلا بعلاقات طبيعية بين مسلس مهم جدا هو العرب وإيران وتركي هذه العلاقات يجب أن تكون علاقات قوية بين أبلوع هذا المسلس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللي يؤدي هذه العلاقات إلى استقرار هذه المنطقة الفوضى اللي بنعشها في المنطقة دي تخريب اللي بتمارسه الإدارة الأمريكية وبعض الدول الكبرى الأخرى لدول بتحطمها هذه الفوضى وهذا التخريب كله هذه القوى الاستعمارية الكبيرة بتعمله الصالح كان الصهيون لأن حينما تضمر العراق حينما تضمر سوريا وحينما تضمر قوى عربية أخرى وحينما تضمر المقاومة الفلسطينية تبحث عن المستفيد المستفيد من هذا هو الكيان الصهيون وبالتالي أنا من الناس المتحمسين أن العلاقات العربية الإيرانية والعربية التركية يجب أن تكون علاقات قوية وفي النهاية تؤدي إلى استقرار ليس المنطقة فقط طيب ما يجب شيء والواقع شيء آخر الواقع مؤلم الواقع مؤلم العلاقات العربية الإيرانية في جزء كبير منها متوترة جدا وفي تصعيد وفي ما يشبه المواجهة وفي حرب كلامية وأعلامية أيضا العلاقات العربية التركية ليست بأحسن أحوالها ولنأخذ مثلا مصر علاقاتها بتركيا متوترة جدا أيضا السبب لولايات المتحدة هو المؤسف أن أسوأ ما تتميز به نظم المنطقة بتاعتنا بصفة عامة هي أنها نظم تابعة نظم لم تحقق الاستقلال الحقيقي لأوطنها بمعنى أن يكون قرارها قرار هذه النظم وأنا لا أريد أن يسمي نظم بعينها قرار هذه النظم يكون قرار من دخلها ولصالح وطنها وشعبها ونسبة وبالتالي لكونها نظم تابعة وتسير في الفلك الأمريكي فإن الإرادة الأمريكية في النهاية بتملي على هذه النظم وليس الشعوب الموقف المفروض تخدم لا يوجد أي مبرر في أي مصلحة من ألا يكون هناك علاقة بين إيران وبين كثير من الدول العربية بين تركيا وبين بعض الدول العربية أنا أتحدى حد يقول لي أنه في مصلحة إيران لا يمكن تهدد دولة كبيرة زي مصر لا تستطيع ولا تعرف ولا تريد شو بواعث القلق من قبل مصر ما هي بواعث القلق تجاه إيران لا يوجد بواعث قلق حقيقية لزي ما بقول مصر دولة كبيرة لا إيران تريد أن تهددها ولا تستطيع أن تهددها أصلا إذن لماذا لا يكون هناك علاقات طبعية وأنا أتصور أن الفتر اللي فاتت فيه مقدمات بتقول أنه فيه رغب عند الطرفين لإعادة العلاقات بشكل تدريجي حينما تعلمي أن على مدار 30 سنة في حكم مبارك عدد السياح الإسرائيليين الصهينة اللي دخلوا مصر مئة ضعف الإيرانيين اللي دخلوا مصر شيء مخالف للمنطق وللمصلحة العامة للوطن العزيز مصر ده كله لا سبب له أتحدىهم أن يقولوا فيه سبب لصالح مصر أن يكون هناك علاقة بين مصر وإيران أو بين مصر وتركيا لكن الأسباب كلها دوافع سياسية ومصلحية وطاعة للحاكم الأكبر أو الشيطان الأكبر كما يسمى وهو النظام الأمريكي علما أنه أيام الشاه كان فيه أجواء تقول أن الولايات المتحدة كانت تفرض أو تطلب لنقل من العرب مد جسور العلاقات مع إيران تحديداً لأن ده الشاه والشاه النظام الإيراني في وقت الشاه كان أحد النظم التابعة للنظام الأبريك وكان صديق لإسرائيل بالدرجة الأولى وصديق إسرائيل وبالتالي كان طبيعاً يطلب من الجميع أن يكون لهم علاقة أما الموجودين الآن أو النظام الحاكم في إيران الآن نظام حقق لبلده القوى السياسية وقتصادية واستقلال وأصبح بيفرض إرادته ومصلحة وطنه على العالم كله وبالتالي هي المسألة لا تعدوا أن تكون هذه لكن يأتي وقت الشعوب تفرض إرادتها وتفرض مصلحتها وده اللي كان أملنا بعد الربيع العربي أن مصار يكون أساس إدارة السياسة الخارجية ومصلحة الوطن وليس الطاعة لأمريكاً لم يتحقق هذا للأسف طيب من انطلاقاً من كون إيران دولة مستقلة كما تتفضل قوية تكنولوجياً سياسياً عسكرياً بالرغم من الحصار والعقوبات اللي فرضت عليها هل يمكن للعرب الاستفادة منها حباً من كل النواحي يعني إذا كان البعض بيدعي أنه يريد أن يفتح علاقة سواء علنية أو شرية بعض النظم العربية مع إسرائيل وتحت زعم للإستفادة من تقدمها وإلى متى كما يقولون هم سنظل في عداء مع إسرائيل رغم أن نستطيع أن نستفيد منها فالأولى أن تستفيد من دولة كبيرة ولا شك أن إيران حققت تقدم على المستوى العلمي والمستوى التقني والثقافي والاقتصادي وبالتالي طبيعي أن يكون يأتي اليوم الذي تفرض الشعوب العربية في إرادتها هو للأسف دكتور يعني وصلنا إلى زمن باتت فيه فكرة أنه إيران أخطر على العرب من إسرائيل مسوقة بشكل كبير جدا ولسنا ندري إذا الشعوب العربية ابتلعت بالفعل هذا الطعم عن مصر يعني لو نتحدث عن مصر في رغبة حضرتك أشرت قبل قليل إلى رغبة في تقارب ما في رغبة في حوار في فتح قنوات حوار مثلا مع إيران أنا أتصور أن القول اللي بيقول أن إيران هي الخطر على العرب وليس إسرائيل هذا نوع من أنواع الخداع والنصب التي مارسته بعض النظم العربية من أجل تسويغ موقفها المنحط والتابع ده للنظام الأمريكي لا يمكن ليس للعرب عدو إلا إسرائيل لا يمكن ولن تكون لا إيران عدوا للعرب في يوم من الأيام ولا العرب عداء لإيران يعني فالمسألة لا تعد أن يكون موقف عابر وسينتهي وستفرد الشعوب إرادتها لأن هناك مصالح لكن أنا شخصيا لا أعول على النظم في إيجاد هذه الألاقة أنا أدعو مؤسسات الشعبية والأحزاب والنقابات المهنية والجمعيات المستقافية مستمع المدني في مستمع مدني حقيقي اليوم في مجتمع مدني قد يكون قوي في بعض البلدان ضعيف في بلدان أخرى لكن عليهم دول أنهم يقوموا بهذا التواصل لعله يكون الأساسي الذي ينبنع له لقات أخوى فيما بعد طيب مصر حاليا كما ذكرنا خصم لتركيا هل يمكن أن يكون هذا أوتوماتيكيا أن تكون مصر خصم لإيران بهذه الحال؟ بسبب العلاقة مع السعودية بسبب العلاقة التي أشرت إليها مع الحليف الأمريكي مثلا مع الغرب بالعكس للأسف الشديد أن العلاقة بتركيا رغم التوتر الموجود لأسباب سياسية لما تعرفي أن الصادرات أو حجم العلاقات الاقتصادية بين تركيا وبين مصر وصل لحوالي خمسة ونصف مليار دولار وأن رجال العمال الأتراك مع رجال العمال المصريين بيلتقوا مرة أو أكثر في السنة وأن هناك جمعيات لرجال العمال التركي المصري لكن على المستوى السياسي العقاة وتوترها حجم أتراك أو عدد المواطنين الأتراك اللي بيزوروا مصر عدد كبير والعكس المصريين اللي بيزوروا تركيا ولهم علاقات فيها سواء سياحية أو تجارية كبير أيضا لكن هناك توتر سياسي لأسباب سياسية معروفة بين مصر لا نريده لأنه أيضا أنا بقول أن تركيا وإيران دي دول محورية في المنطقة وبالتالي وجود علاقات طبيعية بين العرب وبين حاتين الدولتين بالذات لا شك صالح استقرار المنطقة ونموها وتقدمها طيب لماذا تم استخدام أو اللعب على الوتر المذهبي بمصر وبغير مصر أنه إيران حاولت أو تحاول التغلغل بالنسيج الاجتماعي لهذه الدولة أو تلك من خلال نشر مذهب التشييع فيه جو موجود في بصر موجود قليل نتيجة الإعلام المزيف والكاذب لا عمر ما كانت إيران لأن كما يقولون أن المصريين شيعي الهوى أصلا فاطميين والشيء آه يعني المصريين أنا لا أرى وأنا رجل مصري يعيش في قلب المصريين أحد يحب آل البيت مثل المصريين وبالتالي مسألة إن إيران تريد أن تنشر التشييع هنا أو هناك هذا كلام عبسي والمسائل العقائدية يعني ما بتجيش بما ليست مسائل مادية ولا العكس لا أظن أيضا أن هناك أي دافع ولا رغبة عند أي نظام عربي سواء سعودية ولا مصر لعمل العكس بل بالعكس ما نطالب به نحن طيار السياسي الإسلامي الذي أنا أحد فصائله طيار مصر القوية هو التقارب بين المزاهب وهذا الحقيقة شيخ الأظهر الجليل الدكتور أحمد الطيب رجل شيخ جليل وعظيم وواعي ومستنير يدعو لهذا ويتبنى مسألة تقريب بين المزاهب لأنه إصارة حروب مزهبية وطائفية في المنطقة أيضا ده مخطط أمريكي لإضعاف هذه الأمة للصالح الكائن والصهيون لكن تم استخدامه بشكل كبير جدا من قبل الأنظمة أو النظمة العربية إعلامها الفاشل نعم والشعوب كما قلت سارت في الركب شعوب المنطقة العربية معظمها نصفها قليل منها جزء منها سارت في الركب أتيت على دور الأزهر ودور الأزهر مهم جدا في هذه المسألة تحديدا وفقط بين مزدوجين يعني لو كانت إيران تريد نشر التشيع ولكنت شيعة السنة في إيران في عشرين مليون سني تقريبا دور الأزهر مهم جدا في قنوات أيضا قنوات تواصل يعني بين مؤسسة الأزهر حسب علمك ومؤسسات دينية مثلا أو غير دينية في إيران في يعني تواصل وإن كان ليس قوي لناكاس الوضع السياسي اللي أسف عليه لكن موقف شيخ الأزهر هي موقف محترم جدا ومن المعروف أن المذهب الشيعي الجعفاري بيدرس في الأزهر كمذهب خامس غير مذهب الأربع الأخرى أضيف في فترة ليس حديثا ده أضيف من فترة ممكن منذ أيام الشيخ عبد حليم محمود أو كذا وبيدرس هو مذهب معترف به وبيدرس في الأزهر الشريف وإحنا ده دور ده استطيع الأزهر والمؤسسات الدينية في إيران أن تمرسوا كان فيه دور بيقوم بفضيلة الشيخ تسخيري وأنا زرته من عشر سنوات في طهران وهو كان له دور كبير لعل ظروفه الصحية الآن دور كبير قام باتحاد علماء المسلمين وعلى رأسه فضيلة الإمام يوسف قرباوي بهدف تقريب بين المذاهب حتى لا يستغلها أعداء الأمة في أن تكون سببا للفرقة بل ممكن أن تكون سببا للتواصل والوحدة والتكامل حضرتك في كلمتك كان في تركيز على الوحدة وضرورة نبدل خلافات وغيره مؤتمرات من هذا النوع إلى أي مدى توصل الرسالة ويكون لها التأثير الحقيقي في تغيير أو في صناعة قرار أو في الشعوب أو غير ذلك يعني استنادا إلى المؤتمر الأول مثلا السنة الماضية ما الذي حقق وهل هذا المؤتمر يمكن أن يضيف شيء الحضور في مثل هذه المؤتمرات لا شك حضور زعمات ورموز على المستوى السياسي والثقافي والفكري والمجتمعي رموز مؤسرة وبالتالي إيجاد قناعة للوحدة والتقارب بين مثل هذه الرموز لهم أكاسهم لأن هؤلاء لهم مؤسستهم ولهم تأثيرهم في مجتمعاتهم وهو ده شغل الشغل للمجتمعات الأهلية والشغل الشعوب حينما يعني تفشل النظم في التواصل لأسباب أيا كان أسباب ذلك فعلى الشعوب ألا تستسلم وتقوم بذلك لأن ده المصلحتها لأن هذا التقارب وهذا الترابط والتعاون بين دول المنطقة لا شك إن صالح المنطقة وصالح قوتها حتى لا تضعف وتكون لقمة سائغة لإسرائيل نعم بأن مؤتمر من هذه المؤتمرات للأسف أحدث التغيير المطلوب أو كان له دور في صناعة قرار القرارات تصنع في الخفاء يعني السياسات الحقيقية مش من خلال السياسات ولا من خلال المؤتمرات مع الأهمية الكبيرة لمؤتمرات من هذا النظام لا أنت تصنع قرار يا أستاذة تصنع قرار ده النظم المستبدة والنظم الغير ديمقراطية والنظم التي تواجه المجتمعات المدنية ودي حال معظم المدن النظم في منطقتنا العربية لا تجعل المجتمع المدني بالقوة الذي يصنع قرار لكن يؤثر آه يبقى ليه دور صحيح يبقى ليه دور قد يكون ضعيف لكن هذا أفضل من لا شيء فما لا يعني يدرك كله لا يدرك كله طيب في اليوم توتر كبير وتصعيد كبير جدا ضد إيران من قبل الغرب وطبعا بعض الحلفاء يعني الحلفاء الولايات المتحدة هل هناك تخوف أن تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة؟ لا أتصور أنه ده ممكن يحدث تصل الأمور إلى مواجهة مباشرة وأين مصر ممكن أن تكون فيه؟ أنا أتصور أن النظام المصري أعقل من أنه لا مش بين مصر وإيران أنا عارف عارف بين مصر ومنطقة الخليج بين السعودية وإيران أو منطقة الخليج وإيران أنا أتصور أن الوصول المسألة إلى حرب بين إيران وبين بعض الدول العربية السعودية وغيرها دي مسألة لا يمكن وعلى العقلاء والنظام الإيراني مفروض العقلاء فيه لا يسمحوا بهذا بحلم الأحوال وكذلك النظام المصري قد وأنا أتحسس هذا يكون له دور وسيط لمنع هذا يمكن شيء يحدث نظام المصري أو مصر بصفة عامة ونظامها أي أن كان من الموجود في النظام المصري نختلف أو نتفق مع دولة رائدة في المنطقة العربية ولا يتصور أن يحدث حرب في المنطقة العربية ضد الإرادة المصرية ومصر سواء شعبا أو حكومة أو نظاما أنا متأكد أنها لا يمكن تقبل ولا ترى ولا تريد وهذا ما يتأمل من الدور المصري صحيح وعودة الدور المصري إلى الساحة إلى ريادة وطبيعية نعم إلى الساحة السياسية من جديد نحن نتحدث عن التقاء مصالح وفي مصالح وفي تاريخ مشترك وفي خضارة مشتركة وفي ثقافة مشتركة وفي أمن يفترض أنه مشترك يعني اليوم نحن سمعنا بعض المشاركين تحدثوا عن مكافحة الإرهاب وداعش إيران كانت عامل أساسي وطبعا دول عربية لعراق وسوريا ومصر أيضا تواجه إرهاب أسود فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ألا يمكن هذا البند أو هذا العامل أن يوحد الجميع لأنه الجميع متضرر من الإرهاب بالنهاية المصري والسعودي والإيراني والسوري وغيره حتما مكافحة الإرهاب أو الإرهاب الداعش الأسود الإجرامي ده أصبح الآن يهدد ليس بس دول منطقتنا فقط والغرب عائدة وبالتالي التعاون الأمني من أجل مواجهته وواجب على الجميع فنحن نعاني من هذا الإرهاب الأسود في مصر معاناة كبيرة على مدار أربع سنوات عدد ليس قليل من أبنائنا في الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء قتلوا بيدي هذا الإرهاب الأسود فضلا على بعض المناطق هنا أو هناك صحيح الإرهاب عن نعاني منه فنطقة سيناء فقط لو ليس بقية مصر أمنة مستقرة بصفة عامة لكن قالوا عادي أتمنى أن على الآن للنظم من أجل أمنكم تعاونوا في مواجهة هذا الإرهاب ولعل هذا يكون بداية تعاون حقيقي بين النظم العربية وبين إيران وبين النظم العربية وبين تركيا لمصلحة الشعوب سؤال أخير من فضلك دكتور عبد المنعم هل تعتبر أنه إيران كان لها الدور الأبرز في مسألة اندحار داعش أو مكافحة داعش والإرهاب يعني أنا لا أستطيع أن أقول هذا بالذات لأن ده محتاج لتقييم ومسألة اندحار داعش مسألة قريبة لسه فأحتاج لتقييم هل هنا كان هناك دور لدول أخرى دور لروسيا دور لسوريا أو النظام السوري دور لإيران كان موجود لا شك دور لحزب الله لمواجهة داعش موجود لا شك لكن دور الأكبر أو الأصغر دي مسألة محتاجة يعني تقياسات وتقييم يأخذ وقته حيظهر بعد ذلك طيب وأيضا عن الدور الإيراني في مسألة المقاومة ما دمت أتيت على ذكر المقاومة هل تعتبر أنه إيران اليوم هي الدعم الأساسي لحركات المقاومة في المنطقة؟ آه طبعا لا شك حقا مقاومة للصهيونية نعم لإسرائيل تحديد حركات المقاومة لإسرائيل لا شك أن إيران داعم أكبر لحزب الله فيما يخص موضوع المقاومة داعم أكبر وده أمنيتي اللي أنا إخواني في حزب الله اللي بعتز بيهم قلت لهم وهم يعتزون بك أن تكونوا أيها الحزب فقط وقفين أمام إسرائيل تدافعون عن لبنان العزيزة التي هي مساحة حرية لكل العرب هذا عمل عظيم يقدر لكم على مدار تاريخكم وأيضا إيران الدعم الرئيسي لحماس التي تتصدى للإسرائيليين هذا شيء يحمل ويقدر لها بفضلا على الدعم العرب الذي يأتي لحماس هذا شيء يقدر واجب ونحن حينما ندعم قوى المقاومة ضد إسرائيل إنما نحمي أنفسنا من خطر إسرائيل يعني لا يمكن سيتصور أحد حتى الدول البعيدة لا يوجد حدود مباشرة بين إيران وإسرائيل لكن دعم المقاومة لموجة إسرائيل تأمين لإيران وتأمين لمصر وتأمين للعالم العربي فضلا على تحرير فلسطين هو هذا الهدف الرئيسي للمقاومة هذا خير ما نختم به معك هذا اللقاء أنا أشكرك جزيلا شكر دكتور عبد المنعم أبل ستوح حضرتك رئيس حزب مصر القوية نتمنى لك إقامة مريحة في لبنان وعودة ميمونة إلى مصر إلى القاهرة مشاهدينا انتهى هذا اللقاء نذهب الآن إلى فاصل قصير يتخلل بمجاز للأنباء ثم نعود من قناة الميادين مشاهدينا أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص مع الأستاذ نور الدين العرباوي رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية أهلا بكم معنا أستاذ نور الدين أهلا بكم في بيروت وفي قناة الميادين ما أهمية هذا المؤتمر ما أهمية مشاركتكم حضرتك كحركة النهضة التونسية في هذا المؤتمر وكجهة تونسية في مؤتمر يدعو إلى الحوار والتقارب مع إيران شكرا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو مؤتمر للحوار بين إيران والعرب هو مصطلح الحوار هذا أفضل المصطلحات اللي عاصرنا طالما نفيه كثير من المشكلات أحيانا كثير من الحروب وفي بعض الأحيان اللي نحن بصدده الآن شيء من سوء التفاهم شيء من الالتباس يعني تخوفات هواجس وهذا كله يحتاج إلى حوار هو سوء تفاهم أو عدم ثقة بمصادر يعني كله على بعضهم يعني فيه سوء تفاهم فيه التباسات فيه تخوفات فيه هواجس عند كثير من الأطراف والحوار يجلي يبعد الهواجس يذهب بالتخوفات يضع الناس أمام مسؤوليتها هذه دول مسؤولة في منطقة هي من أكثر المناطق توترا في العالم يعني الأضواء كلها مصلطة على منطقة الخليج عموما والشرق الأوسط وهذه أطراف رئيسية إيران طرف رئيسي الدول العربية كلها أطراف مهمة والكل يحتاج إلى التفاهم ما في مصلحة للاستمرار في ربما التخوفات المتبادلة والتي قد تنشأ عنها توترات نحن لسنا في حاجة هو العقل يقول هذا والمنطق يقول هذا ولكن كلما عقدنا مؤتمرات للحوار كلما رأينا الواقع مختلف تماما مزيد من التوتر مزيد من التصعيد مزيد من الحروب لمصلحة من كل هذا التوتر في جهات مسؤولة يعني جهات بذاتها ربما من داخل المنطقة العربية ربما من خارجها هي التي تزكي كل هذا التوتر والحروب هو شيء إيجابي أن الناس تتعقل دائما وتسعى دائما إلى الحوار برغم زيادة التوتر لأن هذه أوضاع في بلدنا أوضاعنا لسنا مسكين بكل خيوطها يعني كثير من في كثير من الأحيان التوترات والمشكلات والتصعيدات التي تتقع جزء من المسؤولية هي مسؤولية نحن مسؤولية نحن يعني العرب وجيراننا وكذلك أيضا في جزء منها أيضا هي مسؤولية المحيط والأقليم والنظام الدولي يعني مش كل ما نريد تحقيقه نحققه ولذلك نحن نشتغل دائما بالعقد بما يجب أن يكون وفي الأثناء تحصل أشياء ربما لسنا قادرين على التحكم فيها لكن نصع على التحكم ربما دائما نردد أستاذ نوردين أنه النموذج التونسي كان أكثر النماذج إشراقا فيما يتعلق بالحركات والثورات بين مزدوجين اللي حصلت بالمنطقة العربية ووصل في النهاية تقريبا إلى نتائج ولو أنه الأوضاع المعيشية والاستماعية في تونس أيضا اليوم في حالة غليان بالعودة إلى الحوار مع إيران هذه النظرة هل يشاركك فيها معظم أو كل أو جزء من الأحزاب والقوى والجهات الفاعلة في تونس أنه يجب علينا أن نتحاور مع إيران لأنها قوة فاعلة وأساسية ولها دور أساسي في المنطقة العربية أنا ما أعلم عن القوى السياسية التونسية أنها ميالة إلى الحوار موقفها من الحوار مع إيران هذا موضوع ثاني لابد من استجلاء الموقف من أصحابه لكن تجربتنا في تونس تقول أنه في كل الفترة الفايتة في أسوأ الفترات التي وقع فيها تصعيد داخلي وطني في تونس يعني كل القوى السياسية التونسية والقوى الاجتماعية كانت تجنح في الأخير إلى الحوار يعني إلى الحوار الحوار فيما بينها فيما بينها يعني فكرة الحوار روح الحوار هذه متأصلة عند التونسيين فيما بينهم أظن أنها ستكون أيضا موجودة فيما بينهم وبين الآخرين في قنوات تواصل اليوم مع مستوى رسمي أو غير رسمي مع إيران حضرتكم في حركة النهضة التونسية في قنوات تواصل مع إيران ليس لنا مشكلة مع إيران ليس لنا مشكلة مطلقة كحركة نهضة كحركة نهضة بالطبع كدولة تونسية نحن جزء من الحكومة القائمة نعم الدولة التونسية والحكومات المتعاقبة فقط كان في فترة في زمن بن علي وقع قتل علاقات وكان بسبب اتهام حركة النهضة بأنها نحن كنا نتهم قريبين جدا من إيران هذا التاريخ نحن في محاكمات 1987 كان برقيب يسمينها الخومينيين أو الإيرانيين صحيح الخومينيين صحيح منقطعة العلاقات التونسية الإيرانية في وقت من الأوقات زمن بن علي ولكن بعد ذلك عادت وهي علاقات طبيعية جدا بين الدولة التونسية وإيران وبين حركة النهضة وإيران نرى من وقت لآخر يعني هذه الحماسة التونسية وتونس متقدمة على الكثير من دول عربية في قضية فلسطين تحديدا هذه كلمة حق تقال علما أنه في مسافات جغرافية هذا لم يمنعها من أن تتصدر المشهد فيما يتعلق بقضية فلسطين ألا ترى أن هذا العامل يعني يفترض أن يوحد الكثير من شعوب المنطقة وأنظمة المنطقة قضية فلسطين أن توحد العرب والإيرانيين لخلق هذا الحوار أو فرص تعاون واستقرار في المنطقة هو إذا فيه عامل يمكن الإنسان يقوله بكثير من الثقة أنه يوحد ليس فقط العرب أو العرب وبعض المسلمين وإنما كل العرب والمسلمين يتوحدون حول القضية الفلسطينية وشرعية النظام الفلسطيني فقط نحن نتذكر مؤخرا بمناسبة إعلان الإدارة الأمريكية عن القدس عاصمة لإسرائيل العالم الإسلامي شهد تحركات عبر أرجاءه الواسعة والمختلفة من أقصاه في الشرق إلى أقصاه في الغرب وفيه توحد حقيقي وشعور بأن الوحدة العربية الإسلامية عنوانها الأساسي هو فلسطين هذا في تونس أنا فقط أذكر أن أحد الأخوة الفلسطينيين قال وهو يمدح التونسيين أن أكثر الشعوب حماسا لقضايا الشعوب العربية الأخرى هم التونسيين لما تكون في أي قضية في أي بلد عربي عادة أكثر الشعوب حماسا وتعاطفا ودعما لشعب العربي الآخر أين كان هذا الشعب عادة هو الشعب التونسي هذا فخر لنا ويمكن أن نقول أن شعبنا التونسي رغم البعد الجغرافي نسبيا لكنه بين جنبات كل التونسيين والتونسيات تعيش قضايا العرب والمسلمين كيف يمكن وضع عمليا كيف يمكن وضع أسس حوار جدي ومنتج وفاعل بين العرب وإيران نحن نتحدث عن الأدوار أو عن الدول الرئيسية بما فيها طبعا دول الخليج كيف يمكن وضع أسس ثابتة لانطلاق الحوار وتقارب من نوع ما إعادة ترميم ثقة إن صح القول ولأي هذا الموضوع طرح اليوم في اليوم الأول في هذا المؤتمر وكان فيه توجه وعميق وصادق نحو تجاوز المجاملات والحديث السطحي ربما في الحديث عن العلاقة بين إيران وبقية الدول العربية الشيء العميق والإيجابي طرح على قلف الورشة التي كنت عضو فيها وفيه حديث كما قلت منذ البداية فيه حديث حقيقي وصادق عن تخوفات حقيقية عن هواجس حقيقية متعلقة بإيران ودورها في المنطقة والمشكلات المصارى في كثير من البلدان التي يوجد لإيران دور فيها والحاضرين في هذه الورشة تحدثوا بصراحة أو كان هذا شيء إيجابي وهذا المفروض وهذا المطروح نحن لسنا لا نأتي من أقاصي الأرض للمجاملات الحديث تبدن يكون صادقا حتى يكون هناك أثر حقيقي لهذا المؤتمر وأظن أن التخوفات حقيقية بمثل هذه المؤتمرات بمثل هذه اللقاءات وبالحوار عموما أي إن كان الشكل هذا مفيد جدا لتجاوز المشكلات ولسنا في حاجة نحن حقيقة لمشكلات وأظن أن الأطراف كلها كانوا جادين كانوا صادقين في البحث عن حلول حقيقية لمشاكل حقيقية نتمنى أن يصل هذا الصوت وتصل هذه الرسالة وأن تؤتي مؤتمرات من هذا النوع وكلها أنا أشكرك جزيلا أستاذ نور الدين العرباوي حضرتك رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة التونسية شكرا جزيلا لك وأهلا بك مرة جديدة في بيروت كان يفترض أن يكون معنا أكثر من ضيف إيراني في هذه الندوة ولكن للأسف يبدو أن موعد السفر وتضاربت مع موعد استضافتنا لهم وطر الوحد الإيراني إلى مغادرة بيروت نتابع الحوار مع ضيوفنا أهلا بك سيد ليث شبيلات المفكر والسياسي الأردني السابق هنا في بيروت وأهلا بك في الميادين المؤتمر الثاني للسنة الثانية على التوالي يُعقد في بيروت حول الحوار الثقافي الخضاري العربي الإيراني ما أهمية هذا المؤتمر إلى أي مدى يمكن أن يكون له نتائج على الأرض ما مدى الصراحة لتخللت كلمات المشاركين فيه مهلا بك شكرا أنا لم أحضر المؤتمر الأول دعيت إلى هذا المؤتمر ورسلت لي ورقات المحور الذي المحور يتكلم عن الإقليم عن أهل الإقليم يعني بمعنى دول الإقليم دول الإقليم بمعنى العرب والأتراك والإيرانيين ما هي النظرة هذا المقليم بالإضافة لأنه فكري فعجب الموضوع خصوصا أنني في السنوات الماضية كنت أعزف عن حضور المؤتمرات مللت من حضور مؤتمرات ولا أريد مؤتمرات تكون أقرب إلى مؤتمرات سياسية وكأن الإنسان يأتي لكي يجير أو يجير موقفه لدولة المفكرون هم يجب أن يكونوا القاطرة التي تقود الأمم وليسوا مفكرين على حساب السلاطين أو يفتون كما يريد حكامهم فلأهمية أن يكون الفكر حرا وأن يكون الفكر ناقدا ناقدا لمن يحب ولمن لا يحب أيضا النقد لمن تحب فعجبني الموضوع وقلت سأحضر وعجبتني الجلسة الأولى اليوم يعني طبعا فيها البعض كلام الذي إنسائي أو مجاملات سياسي يعني لا نريد أن نكرر وأن هذا الصح نريد ما هو ما هو مستقبل منطقتنا ماذا يرد بنا يعني بيكفيها بل العالم كله متحرك وعينه على هذه المنطقة لن ينجو منها أحد لا العرب ولا الإيرانيين ولا الأتراك الكل دوره جاي والعرب كما رأيتي تفتتوا بهذا التفتت الذي ترينه فحضرت مع أن العنوان حقيقة إيران والعرب يعني إيران دولة قائمة والعرب مشتتون ولها دور أساسي وفاعل جدا في المنطقة ولها عندها استراتيجية على الأقل هذا هو السؤال أنه في مقابل هذه الاستراتيجية اللي منشوفها من إيران على المساوى العسكري والسياسي والاقتصادي وغيره والنووي وغيره في استراتيجية موحدة يبدو السؤال يعني لا وربما سيبقى لا لفترة مش قصيرة العرب ما عندهم مشروع هناك الإيرانيون عندهم مشروع هو دولة عريقة حضرين الأتراك عندهم مشروع والعرب غير ململمين ما عندهم مشروع لماذا؟ شو بتر يعني إيه؟ لأنه لا يعني في أسلاف في النهاية لماذا؟ لفساد الأنظمة ولضعف المفكرين ولضعف المعارضات التي لا تستطيع أن تصلح في دولها علينا أن نصلح أولا أوضاع الداخلية حتى نستطيع أن نتكلم مع الخارج أو حتى نستطيع أن نتكلم مع بعضنا البعض على طريق الوحدة مش الوحدة الكاملة أن نتوحد أن نصطف معا ضد ضد العدو خذ مثلا خذي الإيرانيون والأتراك يتصارعون شو في العمق يتصارعون عسكريا في سوريا نحن العرب ندفع الثمن لكنهم على المستوى السياسي والاقتصادي يتزاورون على مستوى رؤساء الجمهورية والعلاقات في أوجها نعم في أوجها ويتبادلون التجارة نعم ويقولون سنزيد من من التجارة مع أنهم يتقاتلون ومع أن هذه دولة الإيرانيون هم رأس الشيعة والأتراك يستطيعون أن يقولوا بكل أريحية أنهم رأس من رؤوس السنة رأس من رؤوس السنة لا نسمع هذا الخطاب الطائفي بين الأثنين لا ما في شتايم لذلك عندما صحوا في الأيام الأخيرة تم الصحوا على أن ما يجري يضروا بالجميع وتقاربوا قبل الشعبين ما كان في مشكلة بين الشعبين أن يتقاربوا الآن نحن مع العرب عند العرب إذا أرادنا أن التقارب أو أصلا الجمهور العربي الجمهور العربي أصبح معبأ معبأ بهالخطاب العدواني الطائفي وتستدل على ذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في نسبة شتائم وسباب بشكل مش طبيعي على مستوى الشارع للأسف نحن ما عندنا غير أبيض وأسود للأسف عندنا ما في غير أبيض وأسود ما في رمادي في السياسي يعني أنا يعجبني موقف من مواقفك لا يعني أنا أؤيد جميع مواقفك هناك ملف أوافقك عليه إذا قلت ذلك شعبي العربي يعتقد أنني أيدتك في كل الأمور الأخرى إذا انتقدتك في ملف يعتبر جمهورك يعتبر أنني عدو لك في كل الملفات أمر متعب أمر متعب لذلك يعني كما قال هذا أنا أعاني منه كثيرا كما قال علي شريعتي مفكر ثورة إيرانية رحمه الله ليت لدينا اثنين أو ثلاثة من علي شريعتي اللي كان علماء لأقرب العلماني يعني علماني مفكر ثورة إيرانية الإسلامية وملهم الثورة الإسلامية ملهم طبعا ملهم قال يقولون اليساريون أو الشيوعين يقولون أنني إسلامي والإسلاميون يقولون أنني شيوعي ذلك لأنني على حق نعم لم يرضي هدول ولم يرضي هدول نعم وهو صاحب كتاب يعني معروف شهير جدا النباها والاستحمار يتحدث فيه أيضا عن الشعوب وعن وعيها وإدراكها وغيرها والحكام والأنظمة ما منابع الخوف اليوم الحقيقي من إيران فيه هواجس وفيه قلق وفيه خوف عند الكثير من العرب أو بعض العرب من إيران تصرفات إيرانية أقوال أفعال تحركات على الأرض حقيقية يعني لها سبب منطقي برأيك؟ هناك مستوى من الخوف مستوى الحكومات العربية الحكام ومستوى الشعب للأسف لأول مرة لأول مرة أنا أسميها هزيمة ثقافية نمر فيها أنتم مسؤولون بشكل أو بآخر أيضا نحن يعني كأعلميين وكالمثقفين كانت دائما الخلاف فيما سبق بين الحكومات أما الجمهور العرب الجمهور كان موحدا قضية فلسطين هي قضية مركزية موحدا عليها قضية الفساد محاربة الفساد الظلم البطلب الدكتاتورية رفض الحكم العسكري كلنا متفقين عليه هذا سابقا للأسف بسبب ما جرى في السنوات القليلة الماضية انقلب الأمر فأصبح الآن الصراع ليس بين حكومات وصل إلى الشعوب أنا ذكرت لك الأتراك والإيرانيين أن هذا الخلاف وهذا الصراع العسكري العسكري في سوريا لم يصل إلى الشعب لكي يبغضوا بعضه وبعضه مع أنه هدو السني و هدو الشيعة عند العرب وصلت البغضاء إلى إلى أبسط الناس مساكل أفقي مخيف لا نستطيع أن نقول يا جماعة تقول الله اصحوا ما هذا الذي يجري هل هذا صحيح أو غير صحيح طبعا هذا نتحمل الطرفان يتحملوا مسؤوليتهم أولا عندنا طرف الإيراني والطرف العربي عندنا نحن أمثالي نحن لا منمون على حكوماتنا لكن حكوماتنا أو بالأحرى الحكومات التي تريد أن لسبب ما التي تستخذي الإسرائيل نعم ولتسجد الإسرائيل وتمشي في المخطط الأمريكي الإسرائيلي نعم تريد لكي يسكت عنها أو لإلهاء الناس والإشغالهم بقضية أخرى تريد أن ترفع من التناقض لا شك هناك تناقض بين كثير من الأفراد أو مجموعات الأمة لكن التناقض الرئيسي هو العدو الصهيوني أن نرفع التناقض ما بيننا وبين الإيرانيين أو بيننا وبين الأتراك أو بيننا لكي يصبح تناقضا رئيسيا بحيث يصبح التناقض مع الصهينا لا تناقض بل يصبح قد يصبح حليفا فتلك تلك مصيبة نحن وصلنا في هذا الوقت إلى مثل هذه الحال خذي مثلا لأنه أيضا الإدارة الأمريكية الموجودة شجعت على هذا الوضع شجعت هي خططة يعني بعض العرب يرون أنه هذه فرصة سانحة اليوم بظل رجل يحكم البيت الأبيض مثل ترامب هذه فرصة سامحة لمزيد من التصعيد والتوتر والمواجهة مع إيراني بعض العرب بعض الحكومات العربية نعم بعض الحكومات العربية نعم لا شك كنا نتحدث عن منابع الخوف يعني لديهم الحق أو المنطق يعني بعض العرب بالخوف بهذا التوجس من إيران لا شك يعني حضرتك يا مفكر شو بتشوف يعني أسباب هذا التوجس أنا لا رأس كنت صريح حضرتك في الجلسات في المجتمع طبعا أنا الناس يعتقدون أنني عندما أتكلم هذا كلام أنني مؤيد أنا من أشد المنتقدين لإيران منذ عام تسعين أنا ذهبت إلى إيران في التسعين لأعمل جهدي جاهدا لكي أدخل إيران في الحرب مع العراق ضد الأمريكان لأن شعرهم ضد الشيطان الأكبر كنا لهم هذا الشيطان أكبر جاء واختلفت معهم وانتقدت وانتقاد كبير لكن اختلفت معهم لكني ما رفعتهم من المستوى العدو نعم المشكلة أنه أختلف اختلف معك جذريا بس ما بعملك عدو أن تصبحي عدو ويصبح إسرائيل صديق لا لا في الأردن في هذه النظرة شو فينا في العالم العربي كله لا في الأردن تحديدا وحضرتك يعني فيه عارف المزاج الأردني فيه نظرة أنه قد تكون إيران ربما أخطر على بعض الدول العربية وشعوب العربية من إسرائيل كيف يعني أنه من خلال ما يسمى بالتغلغل أو التدخل الإيراني في شؤون المنطقة من خلال بعض التصريحات لبعض المسؤولين الإيرانيين لا شك شوفي ستين هلأ إيران عندها أنا اختلفت مع على إيران قالت أنه عندها مشروع إسلامي أول الثورة ومشروع إنساني حقيقة وضد مع المطادين ضد الاستعمار والتبعية والإمبريالية لكن في البعض التسعين لا شك أن البرنامج الإيراني أقرب إلى برنامج وطني يعني برنامج قومي أقرب منه إلى ذلك هلأ دولة عندها برنامج والأتراك دولة عندهم برنامج يريدون أن من مصلحتهم أن يحاولوا أن يكونوا أصحاب نفوذ هنا وأصحاب نفوذ ذلك ولو نحن كنا أيضا متوحدين من مصلحتنا أن يكون لنا النفوذ في العالم حولنا ولكن هذا نفوذ قد اللغة العربية نعم نحن مع ضعفنا مع ضعفنا نتغلغل في كل من حولنا إذ أن لغتنا العربية تنتشر في كل مكان في إيران اللغة العربية بالدستور اللغة الثانية الأتراك يعلمون اللغة العربية خذي شرق آسيا والترجمة الفارسية نعم لها تاريخ طويل جدا الكتب التي ترجمت من الفارسية إلى العربية أو العكس أو المترجمين التي قاموا بالترجمة تاريخية نحن نتكلم معظمهم كانوا من الفرس علماء اللغة العربية كانوا فرسي سيبويه سيبويه من حمص أو من دمشق طيب هل تعتقد أنه إيران فشلت بشكل أو بآخر في طمأنة العرب في ترميم ثقة في بناء ثقة معينة كيف الخطاب هذا كان الخطاب هنا هنا المشكلة يعني عندما يكون هذا الهاجس موجود ويلعب يلعب الخطاب التكفيري التكفيري عابر عابر للمذاهب يعني هنا في تكفير هناك في تكفير كمان نعم مش بس عندنا في تكفير الطرف الثاني في التكفير التكفير هو أن أرغي وجودك وأن أحكرك وأن أقول أنك لست على حق وبذلك ما عندي مانع من من القضاء عليك من يقول يعني من يتكلم بهذا المنطقة لا لا الإذاعات والكذا والتلفزيونات غير كلام الرسمي نعم نحن عند العرب الكلام الرسمي وصل إلى أنه أننا مختلفون مع هؤلاء لأنهم شيعة ورافضة وما إلى ذلك عند الإيرانيين لا الحاضنة الجماهيرية نعم الحاضنة الثقافية ودنيا والتلفزيونات التي تطلع والأعلام بشكل عام وشتم الصحابة وذكر علمان أنه يعني طلعت فتوى تحرم هذا لا يكفي كأسات واضحة الأمور لا يكفي يجب أن يكون هناك إعلام متخصص متخصص إعلام إيراني نعم ومعروف أنه تابع للدولة يتكلم مع السنة ويتكلم يخاطب الهاجس الذي يستعمله حكامنا نعم يستعملون هذا الكلام من الطائف أنه انظرو هؤلاء هكذا ده عليهم أن يحسنوا خطابهم أن يكثروا من خطاب مدح الصحابة التكرار بأننا أننا نرفض نرفض صار هذا الكلام بس مش كافي بس يمكن في تقصير بالانفتاح الإعلامي ربما من ناحية المنطقة العربية أو من ناحية الإيرانيين في تقصير ربما ب بإخراج صورة ثقافية أو خضارية أو لغوية غير الصورة السياسية المعروفة عن إيران يعني كل ما يعرفوا المواطن العربي عن إيران النووي الإيراني أو خلافها مع الغرب أو خلافها مع السعودية يعني نواحي سياسية وهذا غير كافي لا شك ما هو هذه العلة من ناحية العرب لأن حكوماتنا ما لها مصلحة أن تنور لها مصلحة أن تجهل إلى مصلحة أن تزداد الضبابية في الفكر ما بيننا وبين الإيرانيين ويمكن في البعض ما بيننا وبين الأتراك نعم مشان هيك أنا كنت متحمس أن آتي وكان كلام أنه يجب ما بدنا مؤتمر مايع يخرج مفكرون جريئون نعم من عرب مفكرون جريئون إيرانيون مفكرون جريئون أتراك ما هي الجرأة الجرأة ليس في أن أنتقدك أو أنتقد الآخر الجرأة في أن أنتقد ذاتي أن أنتقد الخندق الذي أنا منه هؤلاء المفكرون نقرر واضح أن أمور سنتفق عليها لا يختلف عليها إلا إلا أحمق هذه المنطقة مستهدفة نعم ونحن أبناء أمة واحدة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم نعم فاعبدون أو فتقون وواضح الأطر الدواوير الفلاك التي يجب أن ندور فيها لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أخربهم موضة الذين آمنوا الذين قالوا أن النصارى هذه الدائرة هي دائرتنا الإسلام الواسع ولا أحد يستطيع أن نلغي الآخر في نهاية المطاف لا لإيران لن يلغي العربي هذه الدائرة هذه الدائرة فقط المسموح أن نتكلم فيها عقائدياً أن لا نحمل عقائدنا إلى الداخل فتفرقنا أقول أنا شافعي زي ما صار في التاريخ الحنابلة مع الشوافع تقاتلوا كل واحد حر كل واحد في معتقده لا نحمل لا نكبر ذلك سياسياً فيفرقنا فيصبح تناقض الثانوي الذي نستطيع أن نتعايش معه ويجب أن نتعايش معه يصبح تناقضاً رئيسياً نعم فنريد مفكرين مثل كما يقول بالفيزياء بالفيزياء إذا أطغطي صاروخ إلى السماء إذا كان كيلو جرام أو كان طن عليه أن يصل إلى بسموها سرعة الهروب escape velocity مشان يقدر يدور بالفلك بإلا كل واحد أي شيء يطلق إلى السماء لا يصل إلى سرعة الهروب يعود إلى جاذبية الأرض فإذا كان مفكرون من النوع الذي يعود إلى جاذبية جايوية أرضي لا نستفيد نريد مفكرين استطاعوا أن ينطلقوا بفكرهم الحر ولا أساس أن يتفقون على إلا أن هذه المنطقة في خطر كلنا كلنا في خطر نحن والأتراك والإيرانيون في خطر وأن توضع الاستراتيجيات على ذلك ثم كما يقول الإمام سيدنا علي أيطالب رضي الله عنه الحق يقيس الرجال والرجال ليسوا من خلاص الحق نحن كمفكرين كما أقول هذا كان فيه يجب أن نقرر جايوية أن نقرر ما ما هو الصالح للعرب والإيرانيون والأتراك ثم يعني ونقرر ذلك بغض النظر إيران الشاه ولا إيران الخميني إيران تركيا التترك والتركي أردوغان العرب عبد الناصر والعرب السادات نقول هكذا يجب أن يكون الأمر ثم نقيس يأتي السياسيون وراءنا فيقيسون على مقياسنا أن هذا السياسي هل هو هل هو صالح لتنفيذ هذه استراتيجية أم أنه ضد هذه استراتيجية ذكرتني بأيام التورة الفرنسية المفكرون هم من قادوا جزء كبير من هذه التورة ولست أدري إن كان تصلح أو تصح المقارنة اليوم مع عالمنا العربي وما جرى بتورة الفرنسية والحقبات السابقة للأسف اليوم يقرر صناع القرار معروفين وخاصة إذا تكلمنا عن قوى كبرى اليوم في إدارة يقودها كما يقول الأمريكيون نفسهم مجنون هو دونالد ترامب في ظل إدارة من هذا النوع تريد أن تفرد مشاريع معينة مخططات معينة تقوي دول على حساب دول هل نستطيع أن نتحدث عن دور من هذا النوع للمفكرين أو لأي جهات أخرى أو أن تلغي دولة طبعا أو أن تلغي دولة نحن علينا أن نفكر فيما يجب أن نكون عليه هل يمكن تطبيقه بشهر بشهرين بسنة بسنتين بقرن ما لنا دخل الحقيقة تفرد نفسها كم يحتاج الوقت لكي نصل إلى تلك الحقيقة لا نطوع الحقيقة لوضعنا الحالي الحق يجب أن يكون هكذا كم نحن بعيدون عن الحق أخطأ العرب بعدم مد جسور حوار بدل التصعيد الخاص مع إيران كان فيه فرصة والآن فيه فرصة لمد جسور حوار مع إيران العرب ما كانوا لهم مصلحة بعدين لماذا عندما كان الشاه ليش ما سمعنا كانت سامن على عسل العلاقات سامن على عسل هل أنغلب ولي كانوا سامن على عسل صاروا ضد ولي كانوا ضد صاروا سامن على عسل طيب لماذا لم نسمع كلام طائفي لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت راضية عن حكم الساه وإيران هذا أنا أخاطب الشعب يا أخوان لا تردوا على هذا الكلام الكلام الذي اليوم اليوم مع اليمين وغدا مع اليسار خذي مثلا ماذا يجري ما يجري في اليمن يقول الحثيون ويقولون وشيعة وإلى ذلك وزيدية طيب عندما عبد الناصر أرسل جيشه إلى اليمن السعودية كانت تدعم مين كانت ضد عبد الناصر كانت تدعم الإمام الزيدي الشيعي وكان وقتها الكلام كنا لسه متشددين أكثر حقائديا لماذا لم نسمع قال للملك السعودي كيف تدعم هؤلاء الراف لأنه كان فيه خطر كبير يعني السعودية كانت تعتبر أن الخطر الأكبر هي من القومية العربية الناصرية أجبتي إذن الخياف سياسي أنت أجبتي طيب ممتاز ممتاز إذا سياسي ومش طائفي أنا ما عندي مانع لا أستطيع أن ألغي الخلاف السياسي نعم وكوه يختلف مع مرته مع زوجته بس ما من جيب لأسباب عقائدية أن اختلفت مع زوجتي بسبب العقائد اختلفت معها هل اختلافه السياسي نعم أما الآن الخلاف هذا السياسي نعم الخلاف السياسي يحمل كلام لابوس طائفي ايه الخطورة أنه وصل إلى الشعب 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 العربي قنعان أن المشكلة مشكلة مشكلة مذهبية يعني كيف نخرج كيف نخرج من هذا لنعود إلى الدور الإيراني في المنطقة بتوصيف سريع يعني كيف ترى هذا الدور من الناحية العسكرية ما جرى في مكافحة داعش ودحره من العراق ومن سوريا من الناحية السياسية وأيضا من الناحية الاقتصادية والتاريخية والحضارية وغيره هل يمكن النظر إلى دور إيران على أنه إيجابي من هذه الناحية لناحية مكافحة الإرهاب تحديدا مش كل العرب أيضا كانت نظرتهم واحدة لهذا الموضوع يعني هو تجزيء المضحك تجزيء الموضوع لإيران فنحن منتقدون لإيران لدور إيران في العراق نعم سابقا ومنتقدون للذين جاءوا على ظهر الدبابات الأمريكية إلى العراق لتحرير العراق زعما وبقينا على ذلك حتى قريبا عندما جرت الحوادث وإذا بالقوميين والذين كانوا ينتقدون هذا انتخاذا شديدا بسبب الموقف من دعم سوريا أصبح الذين جاءوا على الدبابات مقبولين تقلب المواقف عجيب فأنا لا أنكر أكون موضوعي لا أنكر أنه دور في القضاء على دور جيد لكن أنتقد هذا التقلب من أمر كان سيئا بالأمس ليصبح أمرا جيدا اليوم أعتقد أنه كل الدول تقريبا مارست هذا الدور ونقلت كما يقال البارودة من كتف إلى كتف حسب المصالح ربما الأزمة الخليجية خير دليل وخير مثال على ذلك يعني أشقاء وأخوة الأمس اليوم تقريبا باتوا أعداء لهم قطر والسعودية وما منعرف السبب أكثر من هيك ستي يعني أنا كما قلت اليوم يعني بدأت معارض للحكومات ثم انتقلت أصبح معارضا للحكومات والمعارضات يمكن الآن معارض للشعب المهم معارض للمعارضات أنا مؤتمر أخوة دي نحن المفكرون نعم لماذا قلت لك أنني لا أحضر مؤتمرات وجئت على هذا المؤتمر عسى أن يكون حرا حرا أو يخرج بخلاصات يعني نعم ماذا كنا نحن القوميون واليساريون والإسلاميون ما نتفقين على مبادئ تجمعنا على لا لا تدخل أجنبي نعم ولا ولا الحكم العسكر الإسلاميون خرجوا عن هذا عندما انتقلت الأحداث في سوريا لثورة يدعمها الغرب و وفتحوا الباب للتدخل الأجنبي نعم فهذا كانت مخالفة خطيئة والقوميون أيضا عندما أصبح صار انقلاب في مصر أيضا خالفوا وأصبحوا يشمتون في الإسلاميين فالطرفين الطرفين المعول عليهم إسلاميون أو قوميون وهذول لسا مش بالحكم يعني هذول هذول الذين يريدون تحسين تحسين الحكم نعم يقعون يقعون في مثل هذه المخالفات التي هي خطيئة نعم فيعني الأمر الأمر محير هل يرى برأيك بعض العرب ممن هم على خصومة مع إيران اليوم فرصة في الإدارة الأمريكية في إدارة ترامب للتصعيد لمزيد من التصعيد وحضرتك إلى هل ترى أن الأمور ذاهبة إلى مواجهة من نوع ما أو تصعيد من نوع ما لأنه في ميل أو تقارب لإسرائيل على حساب الآخر إيران من ضمنه للآخر أو المقاومة من ضمنه يعني الحلف اللي يحكى عنه اليوم السعودية وإسرائيل والولايات المتحدة يحكى عنه أقول ضد الطرف الآخر اللي من ضمنه إيران هل الأمور متجهة إلى مزيد من التصعيد وإلى مواجهة ربما أنت تقولين يحكى عنه ناتنياهو حكى عنه لا لأنه سعودية يعني فيما يشبه النفع ما في علاقات مع إسرائيل ما في تقارب صرح ناتنياهو صرح ناتنياهو فيه واضح أنه فيه يعني يعني واضح أنه فيه نعم المقابلات المسؤولين الإسرائيليين يعني مع الإعلام السعودي باتت شبه يومية يعني واضح كل من يعتقد أنه هذا الكلام ما في منه وأنه ما في لن يكون العلاقات مع العلاقات الأمنية على قدم العلاقات العسكرية هل هذا مقدمة لمواجهة مش لحوار يعني أنتم اليوم في حوار أو تدعون إلى حوار في مطلب عربي للأسف واليهود واليهود قالوا نحن لا لا نقاتل حسب أجندتكم نعم نحن نقاتل حسب مصالحنا نحن نخد داما لكم نقاتل نعم في الوقت الذي تريدون ومن أجل السبب الذي تريدون لكننا سعيدون أنكم تعتبرون أنا حلفا لكم نعم الصهاينا سعيدون جدا بما بما يزري ثم نتكلم الآن إذا أمرت أنا بهمني الوصول إلى الشعب والجمهور يعني هل يؤقل أن نسمع نسمع ونرى في هذا الاجتماعي مواقع التواصل نعم هذا الكلام عن الفلسطينيين وعن في الخليج نعم وعن عدم العداوة مع اليهود اليهود الصهايين لم اليهود لم يؤذون بينما في حد يقول لك ما في فلسطين أساسا ما كان في فلسطين تاريخيا أحد الكويتين أعتقد هل كنا نجرأ أن نسمع مثل هذا هل كنا نحلم أن نسمع مثل هذا لأننا مشكلة عميقة ثقافية أصبحت مشكلة عميقة جدا جدا بدأ زلزال تحتاج إلى زلزال هل نجحت الولايات المتحدة أو جهات معينة أن تستبدل العدو يعني العدو التقليدي اللي هو إسرائيل بعدو جديد هو إيران كان على مستوى حكومات أو على مستوى شعوب يعني واقعيا ألا نرى هذا تقريبا يطبق طبعا بس المشكلة ليست في أمريكا ولا إسرائيل هذا هذا الذي يريدونه لماذا نحن نطيع لماذا نقبل هذا الطرح كيف نقبل مثل هذا الطرح ربما البعض يقول لك لأنه إيران نعود إلى المربع الأول لأنه إيران تهدد لأنه إيران تتدخل لأنه إيران تتغلغل لأنه إيران لديها استفزازات ربما يجب أن تغير يجب أن تغير هذه الصورة مئة بالمئة على إيران أن تعمل على تغيير هذه الصورة مثلا اليوم كنا نتكلم وتكلم أحد الأفاضل كلام صحيح إيراني نعم عربي عجبك يعني كان مريح الكلام الإيراني بالمؤتمر نعم ثلاثة أربعة مريحين نعم يعني أنا العجبني أنه أصبح فيه نقد والنقد كما أريد يعني نقد لي 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 نقد الإيراني طرح كلام فيه نقد لهم العرب طرح نقد لإيران وطرح نقد يعني كان فيه خمسة ستة مداخلات غير اعتيادية نعم فيها جرأة صادقة مش جرأة مش جرأة مناكفة نعم أنا أنا تصارح هيك الوضع لا يجوز أن بقى هذا الوضع مثلا النقطة اللي تفضلت فيها نحن ناخد نتيجة نقول أن العدو الرئيسي هو الصهيونية وأن فلسطين هي القضية المركزية نعم أحد المتحدثين يعني خلهم يا جماعة واجهوا الحقائق حتى في فلسطين هناك الكثيرون لا يثقون بإيران إذن الأمر بدا معالجه نعم لن ضل نضحك على حالنا قل لا والله يعني مثل مثل هذا اللي كان يظن حاله قمحة وعالجوه وكان خايف من الدجاجة ثم خرج من المستشفى بعد شوي عاد راكدا قالوا له خير قال شوف الجاجة كلهما اتفقنا أنك مش قمحة قال روحوا وقولوا للجاجة نعم يعني ما بصير نتحاور هكذا هذا الوضع وصل حتى الشعب الفلسطيني لا يثق لا يثق أو هناك شك مش كل الشعب الفلسطيني طبعا مش كل يعني واضح أن إيران معلنا موقف مع فلسطين إذا الشعب الفلسطيني كثير منه مش مصدقات حتى بعد القدس هذه بعد أعلان ترامب أعلان قدس أنا مثلي ظننا أن خلاص أن الشعب أدرك الآن أدرك الآن أن يعني خطورة ما هي أين أين خطوط الفصل في هذا الصراع تتكلمين معهم لا سألقوا لك ما زال يقول لك إيران يا رجل ألم ترى هذا الاستسلام بيع بيع المقدسات بيع القدس ألم ترى بهذه الفجاجة ماذا عدت بهذه الفجاجة وما زلت لم تصحوا ما زلت تعتبر أن إيران هي عدوك الرئيسي يعني هناك مصيبة في التفكير على كل في بعض يعني الكتاب والمفكرين الكويتيين يقولون حقيقة أنه لا هناك مشتركات تجمعنا مع إيران منها قضية فلسطين مثلا منها الأمن منها مكافحة الإرهاب وهذه بحد ذاتها يعني عوامل نستطيع من خلالها فك هذا الاشتباك مع إيران أسس أي حوار يمكن أن ينطلق بغض النظر عن المؤتمرات مع أهمية هذه المؤتمرات على المستوى السياسي في أسس في نقاط محددة طرف خيط ممكن أن ننطلق منه للحوار مع إيران كدول كدول وحكومات أنا دول دول حكومات طول عمري معارض لها عمري موثقت فيها لكن حسب المشهد يعني حسب مشهد السياسي اليوم لا لا كله ماشي على طريق مزيد من العدوان على إيران طيب ربما كمان أيضا البعض يقول لك أنه لأنه ليس لدينا مشروع عربي نهضوي استراتيجية هذا أحد الأسباب الرئيسية اللي لا تسمح ربما بالتحاور مع إيران كند للند يعني في إيران استراتيجية وفي إيران قوة وفي إيران تكنولوجيا وفي البعض ينظر له بشكل سلبي أيضا أنه ربما إيران تتعامل بشكل فوقي أو بطريقة فوقية مع العرب لهذه الأسباب وغيرها يعني عندما أنت تكون غير موجود يعني تريد من الآخر أني السبب في ضعفك مش بفكو سوة العرب يعني السبب في ضعفك أما أنه هل عنده مخطط لإضعافك هل عنده هل هو مسرور لإضعافك أنا أعتقد ذلك استراتيجيا على الأقل عندهم هذول عندهم فكر استراتيجي هم وللأتراك يعني لا يهمهم أن تكون يهمهم أن تكون جنبهم دول قوية صديقة نعم قوية صديقة لكن أن يضعفوها لكي يسيطر صهاينة لكي يسيطر صهاينة على هذه الدول فتصبح حدود صهيونية على حدود إيران وعدود تركيا هذا حمق وما أعتقد أنه عندهم من الحمق عندهم حمق لهذه الدرجة طيب لماذا لا يستفاد من هذه القوة التي نتحدث عنها يعني عربيا لماذا لا يستفاد من القوة الإيرانية عم تسألي الشخص الغلط أنا لا أمثل حكومات أنا ضد حكوماتي حكوماتي فاسدة حكومات العالم العربي فيها كل أنواع الفساد المالي السياسي الخياني في أبو الأوصال بتخاطبيني شو يعملون ناس نذروا أنفسهم للطريق الخطأ ولكن أيضا الطريق الآخر لم يثبت نجاعته طريق الآخر لم يثبت نجاعته أو الحليف إن قلنا اللي هو الحليف الأمريكي شاهدنا ماذا فعل بالمنطقة وعدد الحروب اللي شنتها الولايات المتحدة في المنطقة يعني لا يعد طيب أي نظام عربي الآن مآمن باللي حكيتي فيه نعم كلهم يشعرون أنهم طعنوا في ظهرهم يشعرون أنهم تمت خيانتهم ولكن صعب أن يقولوا له لا يا سيدي نحن ننتظر كلمة لا خرجت شفتها خرجة هل إيران عدوة بين مزدوجين لأنها تقول لا يعني عدوة لبعض الأنظمة والحكومات أو خصم البعض يرفعها إلى مستوى العداء لا لا كلها لأنها تقول لا للأمريكي واليوم فيه يعني شحن غير طبيعي وتصعيد كبير بين ترامب تحديدا إدارة ترامب وإيران ويمكن أنه يلغى أو تسحب نفسها الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هل السبب أنه إيران تقول لا والعرب ربما يعني غير قادرين على الوقوف أو التحدي العرب العرب إلهم مصلحة في البرنامج الأمريكي ما أقول عليك لأن العرب هذه عمومية العرب يعني الحكام العرب الحكام العرب وعيب أن نعمم صحيح معك حق الحكام العرب أصبح واضح واضح للجميع أنهم إلهم مصلحة فيما تريده إسرائيل يعني الآن بطل الأمر سري يا أختي بطل أي واحد يرى أنه يجري يجري علنا لمصلحة المشروع الصهيوني ما في مشروع عربي المشروع عربي بده دولة تحمله أي دولة عربي بده تحمله ما هي أفاق هذا المشروع إن سلمنا جدلا أنه بعض الأنظمة أو الحكومات العربية تسير بهذا الرقب شو الأفاق يعني لازم يكون فيه استراتيجية على المدى القريب مين عند الشعب يعني في النتائج مثلا اللي ممكن أن تحقق هذه الحكومات بالتقارب مع إسرائيل وبالابتعاد أو بالعداء مع إيران كارثيا شو في نتائج محتملة شو في سنايوهات محتملة حرب يعني مقدم يكون مقابلين على حرب على إيران حلف إسرائيلي عربي أمريكي أو سعودي إسرائيلي هذا قائم هذا قائم أما هل ينفذ حرب أم لا ينفذ حرب هذا السؤال أما كل من يعتقد أنه ليس هناك حلف ما يفهمي شيء بالسياسة هذا أحد السيناريوهات هذا السيناريوهات إلى أين يستطيعون أن يسيروا الخطة الخطة التي يرغبونها الصدام مع إيران يعني إذا كان في سعودية طلعت لعبة سمعتها سمعت عنها اللعب أنه كيف كذا وكيف كيف ندمر إيران ونعتقل الجنرال لعبة إلكترونية لعبة إلكترونية هل هذا حدث إيران وتركيا يتقاتلان في سوريا هل حدث أن الأتراك يعلمون أولادهم كيف نحتل إيران والإيرانيون يعلمون أولادهم كيف نحتل تركيا أنا أضرب هذا المثل فقط لكي ألقي الضوء والنور أمام شعبي أو شعبنا ليسكر دماغه لماذا هؤلاء يتصرفون كذا لماذا يلعبوا بكم الحكام بهذه الطريقة كيف ترضون أن يلعب بكم الحكام نتمنى أن يكون في وعي كافي وإدراك كافي من قبل الشعوب العربية لخطورة المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة أنا أشكرك جزيلا شكرا المفكر الأردني والسياسي الأردني السابق السيد دليث شبعيلات وشكرا جزيلا لك من جديد على هذه المقابلة على هذه الاستضافة في الميادين وأهلا بك في بيروت من جديد مشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من ندوة الأسبوع شكرا لحسن متابعتكم شكرا لزاهر أبو حمدي الذي أنتج وساهم في أعداد هذه الندوة والشكر للمخرج حسن راضي إلى اللقاء اشتركوا في القناة